هنبدأ بقى تاني وصفة معنا احنا اللي بقية معنا حاجة بسيطة جدا اللي هي بهارات الكاري الهندي فنبقى أخذنا البهارات الهندية مع بعض في أول الحلقة بهارات الكاري الهندي دي كمان مفيدة جدا ومهمة جدا وهنقول لكم استخدامتها في حاجات كتير قوي كتيرة كتيرة يعني من وصفات الفراخ والتدبيلات والحاجات عايزين نعرف الوصفات اللي بتدخل فيها بهارات الكاري الهندي جميلة جدا بصوا بقى هنبدأ كده نقول ايه بسم الله هنا عندي للبهارات الكاري الهندية هيزيد عليهم واحد هقول لكم هتجيبه منين عندي البهارات الكاري الهندية بسم الله معلقتين من الكمون المطحون عايزين تجيبوه حصة أو حبه تدور التشويحة اللي أنا ادتها على النار من غير أي إضافة مادة دهنية من حمصه ماشي معلقتين كسبرة مطحونة معلقتين كركم مطحون معلقتين نص معلقة من الشطة نص معلقة من الزنجبيل المطحون نص معلقة من الفلفل الأسود المطحون ونص معلقة من الملح ده وطبعا الكاري انتوا ناسين الكاري ياولاد طيب بصوا بقى طيب بصوا بقى التوابل دي هتزدينا في الآخر مضمون الكاري يعني مضمون السوس أو البودرة بتاعت الكاري تعالوا كده ناخد مع بعض أدي الفلفل أنا ممكن بقى أخدهم كده هنا عشان أديهم طحنة نعمل كمية حلوة وقادي الملح الكمون كصبرة زينجبيل شطة الكركم عارفين الكركم ما يتحفز المادة الكركمين فيه إلا لما يكون فيه مادة حارة زي الفلفل أو الشطة ما أعطس أهو نعم عايزة أقول لكم الكركم ده رائع بيساعد على الهضم بشكل قوي ناخد تدويره دي وبعدين نكمل تاني بسم الله بسم الله الحمد لله يعني بردت بردت الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم نخلط بس خليط الحلو ده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ها ها؟ ها ها؟ ها ها؟ نحن كده عملنا الكاري بقى الكاري هوميد ماسحو الكاري يا جماعة تعالوا بقى نحط الورقة الجميلة نعملها الننودي هذه بوهرات الكاري الهندي هنحط بقى الهندي مع بعض كده علشان أصدقائنا اللي بيحبوا التوابل الهندي دلوقتي بقى قبل ما أبدأ في المصري هاستسمع حضراتكم هنطلع بريك ونرجع بعد الاستراحة نستكمل مع بعض باقي وصفاتنا من التوابل حلقة مميزة عشان أصدقائنا اللي بيشوفونا من خلال شاشة قناة الأهلي بعد الاستراحة فانتظر حضراتكم